يقول هل الروافض والخوارج متفقون في اعتقادين في الصحابة وما الفارق؟ لا غير متفقين غير متفقين بحال من الأحوال الخوارج يكفرون أشخاصا دون أشخاص يبجلون أبو بكر يبجلون عمر ويعلمون أنه من خيار الناس طيب ويكفرون عثمان وعلي ويكفرون معاوية وأبا موسى الأشعري وعمر بن العاص وأما النواصب يكفرون الجميع اللي علي وعمار وسبعة معهم يعني تلتاشر واحد بس والباقي كله كفر عنده وهؤلاء يؤلهون وهؤلاء أرحم لا هؤلاء لا يدعون العصمة لأحد الخوارج لا يدعون العصمة لأحد أما هؤلاء يدعون العصمة للأئمة